دفعت توترات الأوضاع الاقتصادية منظمة التجارة العالمية تخفيض توقعاتها لمستوى نمو التجارة من 3.7% إلى 2.6% للعام الحالي والمنظمة المكونة من 164 عضوا جددت تعبيرها عن القلق فيما يتعلق بالتهديدات الممنهجة والتي قد تواصل تعطيل نمو الاقتصاد العالمي خصوصا النزاع التجاري بين واشنطن وبكين والرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصين والتي اعتبرتها انتقامية